قبل لابد المقطع موقع السيدة كيم سوي نعروضها لبلاك فرايدي في هذه الفترة هذه صفحتهم عندهم كالعادة ويندوز 10 برو هذا هو ب 19 دولار لكن في كود خصم افضل اللي هو كالعادة اسكي دحم خلونا نجربه مع بعض اسكي دحم نضغط هنا وراح ينزل بهذا القيم صار 15 دولار نسوي أوردر عندكم بايبال والطرق الدفع كالعادة وهذا هو شرينا الكود الان راح حولنا على الصفحة اللي الوردر هذا هو ننتظر من اليوزر سنتر الى نضغط او نستنى 10 دولار حولنا هذا هو الكود get the key وهذا هو الكود ننسخه نكتب ACT راح يجينا Activision هذه Activision settings جيك هذه الصفحة change product key تضغط هنا وتحط الكود ومبروك عليك next انا ما راح افعل لان عندي ويندوز 10 بالنسبة هذا الكود حق ويندوز 10 راح افغريدبل الى ويندوز 11 برو فما في اي مشكلة تقدر تصويل الى افغريد نيجي للأوفيس هذا هو سعر 59 دولار 2019 برو نشوف مع كود الخصم كم ينزل هذا عرض Black Friday زي ما تشايفين هذا هو Supercell الشعر حقهم يريد عليها خصم قوي لكن في كود يزود الخصم خلو نشوف مع بعض دحم نزلوا لي 47 دولار هذا هو السعر الاخير هذا هو موقع السدكي لديه ملعاب gift cards الى اخرى من الامور الثانية ليس فقط ويندوز ممكن تشيق عليه ألعاب قديمة وحديثة ويندوز 10 ويندوز 11 برو موجود الذي هو على طول يعني كود انت مثبت ويندوز 11 لم تتبه 10 نهائيا لكن ال 10 برو افغريدبل الى 11 وبس بالتوفيق لكم السلام عليكم حرب الستب حرق 115 اليوم عندنا مشاركات حلوة كالعادة شركة الأول من زيكو وهذا الستب حق زيكو ما شاء الله اللون موفي على وردي على بربل بشكل عام هذا اللون ورق الجدران وراها بشكل مثلثات وحركة الغيوم اللي فوق اللي بتعطي منظر جميل جداً انتشارات حلوة والله تستاهل اسفنج وراه الى دي منطقة البي سي عندكم ماوس غلوريوس مدل او كيبورد كولر ماستر شاشة امس اي اي بي اس مي اوربا عبين والثانية اي بي اس خمس سبعين شاشة الكونتر الكبيرة فاركي 55 بوط بي اسي عندكم دي بكول الكيس 200 تي ومواصفاته معالج اي فاف 9600 كي على الرماد 16 و جي تي اكس 1660 تاي من ام اس اي شاشتان على ستاند بي اسي حلو يعني امرتب الستب بشكل عام لكن كمواصفات ممكن الاي فاي فهذا تطوره بعدين ومورك تصير كويسة فلعاب السيارات اكيد لها الدراكسون والدعسات والكرسي مجهزها في جنب الستب وهذه صانعة مدري طابعة 3D لا انا متأكد هذا اللي واضح قدامي مكتب لي اسمها او ايش الموضوع او ايش سويبها لكن اي طابعة 3D يعني يسوي فيه قار اشياء يعني استفيد منها انا ما عندي طابعة 3D ما انا بفتيل لكم طيك العافية اخوين نروح للستب اللي بعده من الاخ عزيز من الكويت وهذا الستب حق الاخ عزيز عندكم مساحة كبيرة في الغرفة فحط فيها ستبين على طول جنب بعض ستب بي سي وكونسول كلهم بطاولات متناسقة خشبية باللون هذا الواضح مع الرفوف نفس اللون اضافة حلوة ومرتبة حلوة نبدأ بستب البي سي عندكم الشاشة الكبيرة هذا المنحنية ما شاء الله سامزونج تساوه 40 اوديسي جي ناين نفس اللي عندي ما يعطي منظر جدا حلو في الستب لان واسع فتقدر تاخذ راحتك هنا موصل ريزك جي 502 لايت سبيد ويرلس وكيبورد رجتك جي 915 هدفونز من ريزر وويب كام ريزر وعندكم مواصفات البي سي اللي جاي في الزاوية كيس لين لي الجميل O11 ديناميك مواصفاته اي نان 11900K على الكرت RTX 3090 ورامة 32 جيجابايت فنجنس برو وتسع مراوح لين لي مئة وعشرين ويم دوتو اكيد وهر دي سكات والف واطة بارس بلاي مواصفات ولا غلطة ماشاء الله جدا ممتازة وهذا الستاب القديم شوفوا كيف كانت الغرفة الثانية والله لا انا متأكد اذا هي نفس الغرفة يمكن ان اخذ لكتات في زاوية مختلفة وغير مكان السرير لان ارى نفس مكان الشباك فغالبا اي نعم اخوان انا احلل لسه فهي نفس الصورة هي نفس الغرفة وغير مكان السرير وبدله بمنطقة كونسول فهذه هي الفكرة هنا في الستاب ماشاء الله كونسول اعطى جو احلى من السرير تلك العافعة المشاركة حلو التغيير كمان انك غيرت منطقة السرير كمان انك غيرت منطقة السرير كمان بسوي زيك نروح للي بعده من الاخ عصام من عمان وقلت شاركت في حلقة رمضانية في حرب الستاب 93 عصام من عمان وهذا الستاب ماشاء الله ستاب رائق غرفة بيضة وفي تفاصيل جميلة بجدارين مختلف علوانها وهذا الستاب فيه اختلافات فعلا طاولة الشاشة الديكور بشكل عام صار احسن وارتب اكثر الستاب في زاوية الثيم حلو ازرق على اوراق شجر نازلة يعني طبيعة وراحة نفسية ويغير اللون بكبسة زر يصبح خضر ومختيار عندكم الشاشتين من MSI 1080p 144 هرد ماوس ريزر كيبورد MSI وموصفات البي سي رايزين 5 3600 على جي تي اكس 1660 Ti وتي فورس 16 جيجا بايت رام ولكن هذا كل شيء راسلي في الستاب ستاب خفيف حق شخص واحد يعني صغير بس عملي يعني يقدر يعمل على ستاب جايب بالشاشتين برضو اللي يساعد انه الشاشة الثانية بشكل طولي فستاب صار من كمش اكثر يعني حلو الجو هذا ترى انزدكستيل اللي هو الكيس برضو مرتب هذا ناس ايش اسمه لكن حلو طيك العافي يا حبيبنا مشاركة حلوة نروح للستاب اللي بعده من الاخ براولر ديكوي وهذا الستاب حق الاخ ما شاء الله جاي يعني في زاوية عندكم مخلون نبدأ بالأمور الأساسية عندكم الشاشة AOC 32 كورف 2K 165 كيبورد ايكو بينك سويتش ماوس رجدك 305 اللي يميز هذا البيسي انه جاي تبريد مائي مفتوح على قطع كثير زي ما تقوله من الشركة اظن محدد لانه جاي التبريد المائي مرتب مرة يعني فاهم على الردي ترين واحد مشبوك في المعالج الثاني يروح للكرت وكلهم في الأخير ندمجوا على مضخة كيس كولر ماستر 700 فريم ومواصفات البيسي عيفا 12600K رامات كورسير دوميناتور 32 جيجا بايت وكات 3080Ti مع واتر بلوك وست مراوح حاليا لبيسي طبعا يعني ضخم يعتبر لانه مفتوح على الهواء فكرة البيسي حلوة هنا هذا اللي يميز هذا الستاب من زمان عن ذلك حتى مواصفاته حلوة يعني ماهو قديم ثلاثين ثمانين تاي كرت كويس إلى يومك يعطيك العافية يا حبيبنا نروح للستاب اللي بعده من فراس دزن هذا الاسم كامل كذا اللي مكتوب فهذا الستاب حق الاخ فراس دزن ما شاء الله ستاب ولا أرواع ثيم خشبي كامل مكمل يا جماعة الخير باركة على التفاصيل المميزة كذا في الستاب شكرا على تصويرك يا غالي يعني يعطيك العافية صراحة لأنك اهتمت بهذا النقطة عندكم أول شيء الغرفة ما شاء الله مرتبة بأبدأ أول شيء من الستاب البيسي بعدها نخش في الباقي عندكم عوازل صوتية وراء الشاشات هو يحب الجو الكلاسيكي وما يبقى قرشة الار جي بي وينارات كثيرة عندكم موس والكيبورد من ريزر على هيدفون ومايك من سامسون وهي بريكس ألفا برو جيمينج هيدسيت فايو اي 10K داك اند آمب اللي هو الأمبليفير اضعوا تحت الطاولة ثبتوا عشان يخفيه طريقة جميلة هناك نارة خفيفة من نانو ليف على فوق الشاشة اسوس تف 2K 27 بوصة والثانية بينكيو في الاتش دي الجانبية هذا سيتاب البيسي رائق وخفيف وعندكم مواصفات البيسي رايزين 5600x على كرت ارت ايكس 3070 وراماتة 32 جيجا بايت هذا مواصفات البيسي ورواقان البيسي سوف نذهب للغرفة سوف نذهب لمنطقة الكنسل التي عجبتني ومرتبة أنيقة المنطقة الديكور الخلفي مع الستارة مع الإضاءة الجانبية مع الخشب مع السرير هذه الغرفة جميلة فعندكم TCL 120 هرتز شعشة سمارت 55 بوصة لكي نلعب عليها سوني 5 تلاحظت كنبة قريبة تقريباً مسافة متر ونصف أو مترين بالكثير فعلياً 55 كافي عليه واللمسات اللي في الغرفة جميلة هنا البندقية القناصة مع النبتة والكلام الياباني أو الصين رواقان يعني تحس ثيم عجيب غريب تحس انك فندق أعطيك ألاعفة صراحة ستب مميز يعني ما هو زي الستبات التقليدية لا هذا شيء مختلف شكراً لك سوف نذهب للستبال اللي هو الإكسترا لإضافة المشاركة السادسة أخ محمد وهذا ستب الأخ محمد ما شاء الله غرفة أسود فأسود جو هادي أكثر جيمين جروم باختصار يعني الإنارات متوزعة كثير نانو ليف شاشة الكونسل في منطقة تحتها مثل الحطب أو شاشة معروفة قبل بسؤول الناس ما اسمها كأنه فيها دفاية مع شريط LED من وراء كامل حوال المربع شاشة الكونسل 4K 140 سوني ويمكن قصده 120 هرتز منطقة البي سي حلوة عندكم جاية بنظام شاشتين مع الكيس لينوفو ألتراويد 2K 140 والثانية شاشة ديل 2K 140 موز جلوريس موديل دية على كيبرد دوكي 1 2 ميني وصفة البي سي رايزين 3 عرامات جيسكيل 16 وكرتة ميسائل 2060 سوبا قاعدة الكونسل مع البي اس 5 وجلسة والثلاجة التي تتحول طاولة هي طاولة وتحتها ثلاجة معطيها جو حلو في الغرفة والرفوف اللي فوق ورواقنا البي سي مع الكونسل وغرفة كاملة دمج البي سي والكونسل العادي ألعب بينها ما هي المشكلة؟ أعطيك العافية هذه مشاركة مشاركاتكم حلوة أرسلوا مشاركاتكم ستجدوا تحت طريقة المشاركة أعطيكم العافية شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة